السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء رقم 15 من الشبطر السادس هنتكلم عن الامباكت تيست امباكت تيست في الحقيقة measures the ability of material to absorb the sudden application of load during fracture يعني باي إيس قابلية الماتيريا اللي هنطبطس طاقة مفاجأة أثناء عملية الكاسر وعندنا نوعين في الحقيقة من أنواع الامباكت إما ISO test أو شاربي test لما تيجي تشوف العينة بتاعة الامباكت سامبل أبص ألاقي عندي فيه نوعين في الحقيقة من المقاسات إما أن يكون عندي العينة زي ما أنا شايفها cross-section area بتاعها 10x10 وطولها حوالي 55 ملي وفيها نوتج في النص احنا نسميه أو الحزل في النص نسميه نوتج وده في الحقيقة تستخدم له شاربي test أو أن تكون العينة سمكها نص 5 ملي وكتراها أو ارتفاعها 10 ملي يعني تكون cross-section area بتاعها مستطيل 10x5 وبرضه يكون طولها 55 وفيها نوتج بالمنظر ده وده الشكل typical example بتاع الشكل العينة وده برضه تعتبر شاربي وده شاربي أما العينة الطويلة فتستخدم للإيزود برضه طولها حوالي 75 ملي قطرها 10x10 وده الحزل في النص بقومك 2 ملي واخد زاوية 45 ملي وده شكل typical example سواء كان ده للشاربي وشواء كان ده للإيزود طيب تعالوا نشوف النوتج بتاع ال-impact sample بالحقيقة النوتج بتاع ال-impact sample مختلف لأنه ممكن النوتج يبقى عبارة عن شكل واخد V-shape زي كده ممكن يكون ده ياخد شكل عين المفتاح زي ما بنقول عليه ده يبقى ده V-notch بتاع الشاربي وممكن يكون ده عين المفتاح keyhole زي ما احنا شايفين كده ده شكل عين المفتاح وممكن يكون واخد شكل عين المفتاح notch يكون واخد شكل V-notch للإيزود يعني برضو الإيزود ممكن يكون واخد أيه V-notch أو ممكن يكون واخد شكل U-shape تمام طبعا في الحقيقة أي ما كانت شكل النوتج اللي هو واخدها بيبقى تبكى للسطاندر اللي احنا شغالين عليه علشان نقدر نحدد أيه أثناء الاختبار بتبقى Vertical قائمة زي ما احنا شايفينك وبالتالي The Impact Force Forward To The Notch وتصدم في اتجاه النوتج يعني قادل حز مثلا بتاع النوتج وتصدم فيه اتجاهه تمام؟ وكمية الطاقة اللي هيرتن صاحب الجول بتعبر عن The Impact Test